موسيقى للوقوف على هذه التطورات في مصر معنا في الستوديو تقادم القطيب الناشط السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة تقادم أهلا بك يعني كما تابعنا السيسي سيترشح للرئاسة يعني ولا يعتقد أنه سيكون هناك أي مرشحين آخرين لينافسونه على هذا المنصب كيف تقرأ هذا الأمر وما تدعيته على المشهد المصري يعني هو يوضح تماما أن المؤسسة العسكرية بسطت هي منتها على مصر منذ فترة كبيرة جدا ولا تريد أن تترك السلطة تستأثر بها دائما ولا تريد أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر على غيران ما فعله الجيش التونسي وبالتالي نحن أمام انقلاب حقيقي كان مدبرا حينما قال السيسي لا يمكن أن يكتب التاريخ أن الجيش المصري قد تحرك لأغراض شخصية الآن وضح تماما أن السيسي قد تحرك لأغراض شخصية وأن هذا الانقلاب كان معدا سلفا ضد الديمقراطية في مصر المؤسسة العسكرية ليست حزبا المؤسسة العسكرية ليست دولة داخل الدولة حتى تقوم بترشيح وزير الدفاع ليكون هو رئيسا للجمهورية هذا يؤكد أن هناك انقلاب حدث في مصر وهذا يؤكد تماما أن ما حدث في مصر كان مدبرا سلفا وهذا يؤكد أن الديمقراطية في مصر لم تكن موجودة ونحن أمام ديكتاتورية جديدة أمام أشبه ما يسمى بحالة هتلر التي كانت موجودة في ألمانيا يعني هذه أزمة حقيقية في مصر وهذا انقضاء حقيقي جدا على مكتسبات الثورة وأيضا على خارطة الطريق التي يدعون أنها خارطة الطريق قادم تتحدث عن ديكتاتورية في مصر تتحدث عن عودة حكم العسكر لماذا إذن لا نلاحظ أي حراك سياسي معارض لما يجري في مصر هو يعني حكم العسكر لم يترك مصر مطلقا هو لا زال يبسط هي منتهى على مصر منذ 52 منذ انقلاب يوليو أو ثورة يوليو الذي قام بها الجنرالات يعني شباب الثورة الآن في المعتقلات يعني الألة العسكرية الآن متواجدة في الشوارع والجيش يستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين لدرجة أن منظمة العفو الدولية قامت بعمل مسيرات تنديدا بقمع المتظاهرين وقتلهم أول أمس كان هناك مئة وثمانية قتلة في الشارع إلى ما يقارب 1027 معتقلا في يوم من واحد يعني كل هذه الأمور تدل على أننا أمام آلة قمعية هذا الرجل جاءل يمر على جثث الشهداء هذا الرجل جاءل يأتي بالدم مرة أخرى هذا الرجل جاءل يحكم مصر بالحديد والنار ولكن أعتقد أنه لن يستطيع أن يمر هذا الأمر وأن ما تطمح له المؤسسة العسكرية سينكسر تماما لأن كل أسباب الثورة لازالت موجودة في مصر حتى لو الإعلام الموجه قد كان لفترة المحددة قد استطاع أن يغيب الشعب المصري لكن احتياجاته الأساسية سوف تجعله مرة أخرى يكسر هذا المشروع تماما أشكرك تقادم على هذه الأراء واشكرا لوجودك معنا هنا في الستوديو شكرا للمشاهدة